في نفس الوقت انا عاتب على بعض البرامج بدون ما اقول اسماء لانهم كلهم اصدقاء لكن حضرتك بتفتح المجال لرئيس نادي الرجاء انه هو يتكلم ورئيس نادي الهلال ونائب رئيس نادي الهلال انه هم يتكلموا وبتعمل لهم مدخلات وبتفتح لهم الهوى انه هم يثيروا كلام غير صحيح جماعة مش اي حد يتحملوا مدخلات كل واحد حر في بنامج والله انا لا اقصد شيء ولكن المشكلة بالنسبالي ان حضرتك طلعت اتكلمت بهذا الشكل وجبت رجل رئيس نادي الرجاء وهو رئيس نادي كبير وكل حاجة ولكن حضرتك جبته وفتحت له الهوى عشان يتكلم طب لماذا لم يتكلم احد من اول مبارح لغاية النهاردة على اي مشكلة حدثت مع النادي الاهلي محدش قال لي محدش واقف مع النادي الاهلي ليه طيب اذا كنت حضرتك جايب نائب رئيس نادي الهلال عشان يتكلم هل ينفع ان انا سيب نائب رئيس نادي الهلال او رئيس نادي الهلال او اي عضو مجلس ادارة في نادي الهلال يتكلم او حد من المركز او حد من المركز الاعلامي بتاعه بتاع نادي الهلال يطلع تيتكلم وينفع تسيبه كده يتكلم من غير حتى ما تدافع عن النادي الأهلي مع أن النادي الأهلي لا يحتاج إلى الدفاع أحد ولكن المهنية بتقول كده حاجة غريبة ولا هي المهنية قبل مطشاة الأهلي فقط أن أنا جيب للمنافس قبل مباراة الأهلي هي دي المهنية لكن المهنية بعد المباراة واللي حصل واللي حضراتكم سمعينه ده كله والفيديوهات اللي شايفينها دي كلها محدش يتكلم عنها كله بيبص النحط تاني يقول لك مهنية كلهم أصدقاء وكلهم محترمين لكن ما ينفعش جماعة النادي الأهلي مش بيمثل نفسه النادي الأهلي بيمثل مصر وبيمثل النادي الأهلي في كل البطولات الخارجية يعني ما ينفعش يحصل كده ودي مش مصادرة والله على حق أحد ولكن حضرتك حتى جيب حد من النادي الأهلي يرد عندنا أسماء كبيرة جدا وكلها بترد لأن دي مسئولية وطنية الكل لازم يكون أدها في هذه المرحلة أنا آسف أن أنا طولت مع حضراتكم في هذه الأمور ولكن في النهاية كان لازم أن أنا أتكلم في كل هذه الأمور لأنها أمور صعبة جدا 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 ترجمة نانسي قنقر